اهلا بكم قصة خروج بني اسرائيل من مصر وحتى دخولهم للأرض المقدسة مش فصل واحد دي مجموعة من الفصول وعلشان نعرف تفسير كل آية لازم نعرف مين اللي قال وقال لي مين وامتى قال وإحنا بنتكلم دلوقتي على الجيل اللي خرج مع موسى عليه السلام من مصر ووصل للأرض المقدسة ثم رفضت دخول للأرض المقدسة فعقبه الله بالتيه في الصحراء لمدة أربعين سنة هو ده الجيل المقصود فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول لم ينسى بني اسرائيل الزمن الذل والاستعباد في مصر فكانوا يكدون في العيش ويزرعون الأرض ويأكلون من خيراتها ولما خرج الجيل ده مع موسى من مصر إلى الأرض المقدسة أخدوا معهم طباع الذل والمسكنة والاستعباد أراد الله عز وجل أن يرفع من قدر بني اسرائيل فأنزل عليهم المن والسلوى دون كد ولا عناء ولا شقاء وبدلا من شكر المنعم عز وجل تمللوا وبدأوا يشعروا بالضجر والملل وقالوا لموسى قولا عجيبة وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها من بطلها وقفائها وخولها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتوا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون واذكروا يا بني إسرائيل حين أنزلنا عليكم المنة والسلوى فبطرتم النعمة وبدأتم تشعرون بالضجر والملل فقلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ثابت لا يتغير فادعوا لنا ربك يخرج لنا من نبات الأرض فنحن قد سائمنا من المن والسلوى ونريد أن نأكل من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وبقل الأرض هو كل نبات لا ساقلة عندنا مثلا الجرجير والبأدونس والقرفس وقثائها وهو الخيار وفومها وهو الثوم وعدسها وبصلها فقال موسى عليه السلام مستنكرا ضعف عقولهم أتطلبون الأقل والأخس وتتركون الأفضل والأخير والأقيم وقال لهم على سبيل السخرية والتهكم اهبطوا والهبوط هنا هبوط في المكان والمكان مصرا مصرا منونة وليس المقصود بها مصر البلد حماها الله ولكن المقصود بها مصرا من الأنصار يعني بلد من البلاد وده كان على سبيل السخرية والتهكم من بني إسرائيل فهم من رفضوا الدخول للأرض المقدسة والآن هم في التيه ولا يوجد أي بلد يستطيعون الذهاب إليها وحالهم أقرب ما يكون بحال الطفل الصغير دائما ملل والضجر والشكوى وكانوا دايما ما يتضمرون ويتهمون موسى عليه السلام بأنه من أخرجهم من مصر إلى أرض التيه فطبعهم الله بالذل والمهانة والفقر أحاطت بهم وكان أصعب عقوبة لازمهم غضب الله عز وجل فبدلا من الإيمان بآيات الله عز وجل كانوا دائما ما يكفرون بآيات الله كفروا بآيات الله المذكورة عن محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وكفروا أيضا بالإنجيل والقرآن الكريم وأضافوا إلى ذلك أمرا عظيمة كانوا يقتلون الأنبياء عندنا مثلا سيدنا زكريا وابن سيدنا يحيى عليهم السلام وكل ده كان بسبب آسيانهم المستمر وخروجهم عن الطاعة وتجاوزهم لحدود ربهم في كل وقت الموضوع ما جاش مع بني إسرائيل مرة واحدة بدأ الأول بالغفل عن الطاعة وبعد كده ذنب صغير وبعد كده ذنب كبير لغاية لما وصلوا للقمة الكفر والبدعة وكان يهود المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دائما ما يذكرون أسلافهم بكل خير ففضحهم الكرآن بما كانوا يفعلون مع موسى عليه السلام نجد في الآية الكريمة جفاء بني إسرائيل وسوء أدبهم مع نبيهم الكريم سيدنا موسى عليه السلام فيقولون له يا موسى مجردا دون تعظيم ولا تبجيل لن نصبر يعني إيه معنى كلمة صبر الصبر هو حفص النفس وبيكون ثلاث أنواع صبر على الطاعة بالمدوم عليها وصبر عن المعصية بعدم اقترافها والصبر على أقدار الله عز وجل فادعوا لنا يا ربك صحيح إن دعاء موسى عليه السلام كان أقرب إلى الإجابة ولكن هذا يدل على شيء يدل على عدم نسوخ الإيمان في قلوبهم طبيعة الإنسان إنه بيسأل من الشيء المتكرر حتى لو بياكل أفضل الأكل زي اللحوم والأسماك والفراخ ممكن يطرق كل ده ونفسه تروح لطبق فول لكن مشكلة بني إسرائيل مش في كده مشكلتهم في التزمر الدائم واتهام موسى بشكل مستمر أنه من أخرجهم من مصر وأذهبهم إلى أرض التيه لكن الحقيقة هم من اللي دخلوا أرض التيه لما رفضوا الدخول للأرض المقدسة بيأكد فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أن المن والسلوى وما تنتجه الأرض جميعا من خلق الله ولكن ما يخلق بالأمر المباشر اللي هو المن والسلوى بكل تأكيد هو خير مما يخلق بالأسباب كلمة أدنى ليس من الدنوق ولكن من باب المقارنة بين مخلوقين أدنى لأنه من اختياركم أما الله عز وجل فاختار لكم المن والسلوى وأدنى أيضا في الطعام وفي القيمة الجزائية وأدنى لأنه يحتاج لكد ومشقة وزراع في قراءتنا قراءة حفص عن عاصم اهبطوا مصرا مصرا منونة أما مصر البلد فهي ممنوعة من الصرف ولا تنون وأتت في القرآن بدون تنوين أربع مرات وده زي في قول الله عز وجل ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وضربت عليهم الذلة والمسكنة ضربت يعني طبعت بقوة والذلة هي قسرة النفس والمسكنة هو انكسار اللي بيبان على الوجه ولم يكتفوا بذلك بل قتلوا الأنبياء بغير حق وهو بأي حال من الأحوال ينفع قتل الأنبياء بدون أدنى شك إن خيار بني إسرائيل هم أنبياءهم ورسولهم وهم كاستراج المنير اللي بيضيء لهم الطريق حتى يصلوا إلى الله عز وجل في فرق بين النبي والرسول كل رسول هو نبي ولكن ليس كل نبي هو رسول والرسول هو كل من أتى برسالة ومنهاج وشريعة أما النبي فلم يأتي برسالة جديدة ولا منهاج ولا شريعة وعندنا مثال على النبي زي سيدنا داود وسيدنا سليمان جزاكم الله خيرا